في تنمية البشرية أهلاً وسهلاً بك ومشاهدين الكرام وإن شاء الله سنقضي أوقات مفيدة وممتعة إن شاء الله بداية سناب شات نقوله أنه تخل للجزائر بشكل بارز خاصة في الفترة الأخيرة في رأيكم مش هو السبب الذي خلى عدد المراهقين في تزايد وراء استعمال هذا التطبيق بالفعل المواقع التواصل الاجتماعي الآن كثيرة وما أكثرها يوجد أكثر من مئة مليون موقع للتواصل الاجتماعي وبالتالي السوق الآن مملوءة وبالتالي تحتاج إلى أن إذا حبيت الدخول لها تقتحم هذا السوق للتواصل الاجتماعي عليك أن نجيب إضافة جيب شيء جديد شيء غريب وبالتالي هذا يخليك تتميز على المواقع الأخرى وبالتالي وخليك كذلك يستهوي يعني الشباب لا تتخلى على بعض المواقع لتستعمل الموقع التعكد للتواصل الاجتماعي خاصة هذا نشوفه بالليمس احتياجات الإنسان فالناس تحتاج إلى تغيير صورتها إلى أعطاك تحكم في تغيير أشياء كنت تتمنى أن تغييرها فالشكل الصوت أشياء كثيرة جدا وبالتالي استهوى كثير من الشباب خاصة في أتبوناهقين ونشوفهوا ليستعملوا هذا التطبيق أغلبهم من 16 حتى الـ 25 سنة وهذا لا يمنع أيضا الكبار أنهم استهواهم هذا التطبيق أيضا ودخلوه بقوة أيضا صح ويهل ترى بالنسبة لك أنت سيد عبد الحليم ماضي لاختباء وراء وجه المستعار والتعبير عن الرأي جعل هذا يمكن الشيء الذي يجعل هذا التطبيق بيق سناب شات ينتشر بكثرة وينجح أيضا في استقضاء الشباب والله الشكل المستعار هو ليس المشكلة في الشكل المستعار في حد ذاته في إبراز بعد التقاليد وأنك تلبس لباس أصيل جزائري أو لباس أميرة قادر أو شيء معين هكذا فحتى الأشخاص لما يشوفوك يعرفوا بأن اللباس يرمز إلى تقافة إلى تقاليد معينة وبالتالي هناك رسالة وراء هذه الصورة المستعارة إذا كان وراءها رسالة إيجابية وإبراز قيمة اجتماعية وتقاليد وعادات المجتمع تانا فهذا يعتبر شيء جميل أما الاستعارة بالحيوانات والكلاب وكذا فهذا يحتمل قدر الإنسان للأسف هناك التقاليد العامة لكننا نشوفوا أن الشباب بنتانا عجبتهم هذا التطبيق ولو يستعملوها أكثر خاصة مثل وجوه القيطة غيرها من الحيوانات أولا الشاب الآن أصبح فارغ محتوى من القيم فارغ القيم فارغ تقافة فارغ وبالتالي فهو الآن عنده تقاليد عامة كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون الذين كفروا شبرا بشبر ودراعا بدراع حتى لو دخلوا جحر الضبين لدخلتهم يعني الوعي وراء الاتباع ما كاش فهذه الوسائل للتواصل الاجتماعي قصرة الحاجز بالرغم من فوائدها لكن الآن نحن لا نستعملها في إيطاليا الصحية هي في الأصل هي نعمة من نعم الله علينا لكن هي وسيلة أما الذي يخلق تستعملها في الخير أو في الشر هي ترجع القيم تلك الإنسان وتقافته وبالتالي لما كنا شباب فارغين ثقافة فارغين قيم دينية قيم أخلاقية تربوية وبالتالي الآن فهو تطبيق يستعمل ماذا مشكلة أن يستعمل حيوان ويستعمل قط أو كلب لماذا؟ لأنه أصلاً هو فارغ فارغ تقافي فارغ روحي فارغ في الشخصية إلى غير ذلك ولهذا يطبيقون هذه الأشياء بدون وعي وخلنا عندهم نوع من الهوس من الهوس أي الاتباع بدون وعي وهذا خاطر أيضاً هناك مشكلة أكبر النساء يحطوا هذه الصور بصور مستعرة ويظن خطأاً منهن أن هذه الصور ستسحب مباشرة بعشر ثواني كما يسوق لهم أو أنهم لن يستطيعوا أن يرى وجهها الحقيقي هناك أيضاً تطبيقات أخرى تدخل لهذا التطبيق وبالتالي تفكك صورها وتدهي إلى أصلها وتخلص صورتها الحقيقية وكثير من النساء حطوا صورهم بصور مستعرة ظناً منهن أنهن لن يبرزنا في هذا الموقع حتى شوفوا صورهن الحقيقية على الموقع الاجتماعي فالخطوة لأنهم ظنوا أنها مؤمنة لكن الحقيقة غير ذلك فهناك خاطر أيضاً كشف هذه الصور الحقيقية وبالتالي تقع مشاكل فيما بعد مسارية زوجية إلى غير ذلك أكيد وأنت في رأيك مع انتشار مثل هذه التطبيقات على المواقع انتانا وكذلك على مختلف الأجهزة انتانا وستعملها بشكل كبير يعني ويومي يعني كيفاش تقدر تقول كيفاش يقدر هذا الشباب يكبروا يعني كيفاش راحين من ناحية نقولوا إحنا من ناحية الاجتماعية أسك راح يأثر عليهم سلباً أو إيجابياً بالفعل سوء الاستقلال وسوء الاستعمال سيصنع شخصية مزيفة فالشخص الذي يضع هذه الصور المستعرة سواء مهما كانت هذه الصورة إيجابية أمسنبية في الحقيقة هي ليست صورتها الحقيقية وأصل الأمراض النفسية هو عدم الرضا على صورة ذاتية صورة ذاتية مهمة جداً عند الإنسان منذ طفولة منذ نعومة أصابعه فإذا لم يرضى على صوراته الذاتية كان أشخاص تكون عنده مثلا نقطة في وجهه حبها في وجهه عنده شيء معين فيكون له عقد النفسية وأمراض النفسية ما بالك الآن أنت الآن ما تحط صورة مستعرة ما دا يعني؟ أنك غير راضي على صورة ذاتية تاعك لما تحط صوت غير صوتك أنت لست راضي على صوتك لما تحط إسم غير إسمك فأنت لست راضي وبالتالي حنا عدنا في علم يسمى في تنمية البشرية القرافولوجي القرافولوجي يقولك حتى فلا سينياتير كت سينيه وما تكتبش اسمك فعندك خلل في الشخصية فأنت أخفيت الشخصية ديالك وراء شيء معين هكذا شيء بطا معينة فشوفي الشخصيات الكبرى في العالم ورؤساء وقادة الدول كي سيني يكتب إسمها مباشرة فبكل وضوح إذا وضوح الاسينيات تلك أي أنك واتق من شخصية ديالك فأيضا بروفيل تلك على المواقع التواصل الاجتماعي أيضا لو أخفيته فعندك خلل في الشخصية مين من مشكلة تلك أن تحط اسمك الحقيقي فتحط الهاتف تلك الحقيقي فإذا أردت أن تستعير بشخصية أخرى فعندك خلل في التوازن الداخلي لشخصية ديالك وهنا راح تعيش هذا العالم يعني من مشكلة نفسي مشكلة نفسي ولي رافق هذا شباب مشكلة نفسي وهذا المشكلة نفسي حليته بطريقة افترادية وليستحقيقية فأنت الآن فرطت نفسك في عالم آخر وهو افترادي وبشخصية أخرى افترادية وسرعانا ما تصدق هذه الشخصية وتعيش بفصام الشخصية تعيش شخصية فيسبوكية أو شخصية على المواقع الاجتماعية وشخصية حقيقية برا لكن لما تشوف باللي أن الشخصية الحقيقية برا لا يستحقق لك الرغبة يعني للشخصية المزيفة يعطيك صحفة يلبس للقناع هذا الذي يلبسه على طريق الإلكتروني الآن أصبح حقيقة يعيش بها يعني يعيش في عالم افتراضي آخر غير يعني حياتي واقعية وينسي حميل المجتمع الجزئيا ثم كليا هناك أشخاص صديقي أن شخص أستاذ في الإعلام الآلي ابناءه قال لي كانوا في ثمانيينات يعني مونيبيني والميكرو بشكل عجب جدا فكانوا الناس ينباهرون بهم قال لي الآن الأصغر فيهم عدو ثمانية وثلاثين سنة قال لي مخبيين في الدار يجو دياف من يخرجوش يقول باب على رحم ما تزوجوش مخدموش ما داروا أي شيء وأصبح دم نوع من الانطواع المرضي إلى الدارجة كيجو دياف ميس الموش عليهم يباهرون يغلقوا على رحم الباب فتصوري قال إن كان عرفت هذا الكمبيوتر الذي يأخذهم بهذا الشكل من الحياة الحقيقية قال لي إن كان نحيته نومسا في ننطو لكن بعد فوات الأوان كان ينظر إليه أنه نوع من الدكاء عنده لكن عندما دخلوا الانترنت وكذا لازل نشدهم أكثر والألعاب الإلكترونية والمواقع كذا وبالتالي رفضوا أن يخرجوا العالم الحقيقي وعندهم بصحتهم بكل إمكانياتهم ومقاومات الحياة لكن لن يستطيعوا أن يحلوا أي مشكلة لن ينبنوا حياتهم برغم مستوىهم ثقافي إلى غدال هذه الخطورة التي تهدد كيان المجتمع ليس المجتمع الجزائري وإنما المجتمعات كلها يعني خاصة أن الفئة يعني المستهدفة هي فئة الشباب وهي عماد المجتمع فصلاحها صلاح المجتمع وفسدها فسد المجتمع وهم أيضا مستقبل المجتمع وبالتالي إذا ضربوا هذه الأعمدة على المجتمع بهذه الأفكار وبهذا العالم الإفتراضي أيضا هو نوع من السيطرة على عقول الشباب وبالتالي فلم يعيشك في هذه الأوهام فهو الآن سيطرة على العقل ديالك وبالتالي تجد أن الإنسان كان ضعيف براه وقوي في الفيسبوك مثلا في المواقع هذه فهو الآن عوض أن يبحث عن الجمال الحقيقي في الحياة جمال الروح جمال أخلاق جمال وبالتالي هو الآن عنده أيضا خمسة ألاف صديق على المواقع الاجتماعية وبالرمه عنده حتى صادق حتى التواصل يعني في العائلة الوحدة ما كاش تواصل يعني تلقام كامل حكم اللي بختار وهذا هو الضرر الذي لاحق بنا التكنولوجيا الآن التواصل الاجتماعي فرقت يعني بعدت القريب وقربت البعيد وهو عنده أصدقاء في كندا ولا يتقي بأمه ولا بأبي ولا أخوه ولا أي شخص في العائلة ولو أنه بينهما أمتار صحيح فهو الآن عيش في عالم محدود وخوفه عالم محدود وقتفي عالم محدود ويتلاقى وربما إلا إذا كانت مناسبة أو شيء ما وهذا يجعلني عدم توازن في العائلة ولهذا الآن عندما نرى العائلة الوحيدة كل واحد كيف يخرج منها كل واحد عنده نامودش في الحياة يخرج منه وده من الموقع الاجتماعية فالآن الموقع الاجتماعية عالم مزيف ليس حقيقي والمعلومة الموجودة فيه أيضا ليست ممتوقة إذن كمية الإشعاعات التي ترقيناها من الموقع الاجتماعية ودارت فيتن في المجتمعات ودارت حروب ودات كده لكن غير متاقة وبالتالي شوفوا الآن كمية الأشياء اللي إخداها الناس من الموقع الاجتماعية وأدت بضرر ليس فقط اجتماعي وإنما مست القيم ومست الدين نشوفوا الآن تصوري باللي برينا نحتفل باحتفالات مثل هالوين عيد الألوان ووعد بودي عيد الألوان بقدوم الرابيع هالوين أيضا هو العباد الشيطان وبالتالي أصبحت الآن في بلادنا توقع نهاية السنة نهاية السنة أيضا احتفالات نهاية السنة نهاية السنة بارتباطه بجانب المسيحي أكثر وبالتالي نشوفوا الآن عود أن نستغل لها لإبراز مقويمتنا هويتنا الوطنية وللآن نتنقى هوية الآخرين ونتبقوها في مجتمعات وهذا يهدد تماسك المجتمع أولا لأن المجتمع تماسكه الحقيقي هو في تلك الروابط التقافية والدينية والتقاليد والعداد إذا كسرنا هذه الأشياء فلم يبقى إلا سورة اللحم والدم صح صح حالياً نحن ما نقدروش نحفو هذه الظاهرة من حياة شبابنا أكيد لأن الأمر صعب ولكن كيفش نخلوهم نعلمهم كيفش نقل ليكون التقليل من استخدامها وكذلك عقلانية في استخدامها بالفعل شوفي كان شيء معين التواصل الاجتماعي خلال المجتمعات والديانات والتقافات كلها تتناطح فيما بينها وهذا التناطح بين التقافات والأفكار إيجابي لماذا؟ لأن سيبقى البقاء للأقوى البقاء للتقافة المبنية تعيد النظر في تقافتك في بناء المنطقة للتقافة تاعك وتعيد النظر في كيف تسوق التقافة تاعك بطرق علمية ومنطقية هذا حدث قديماً حدث قديماً في اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد أيضاً يونان كانت قبلة للتجار فكان يأتيها الناس من كل فجن عميق للتجارة جاءها الفرس والعرب والروم إلى غير ذلك فتناطحت هناك الأفكار فولدت فكرة مستقلة لن سميها بماذا؟ بالفلسفة فولدت سقرات وأرستو وأفلاطون فنحتاج إلى منطق عقلي يربط بين المجتمعات فبرزت الفلسفة التي تحكم بين هذه التقافات والحضارات كفكر منطقي مستقل راقي إذن الآن نحن كنا منغالقين لما نفتحنا على فمثلاً نعطي كمثال نحن الدين نتعنا مثلاً كان ويراتياً ولم يكن ذاتياً ولهذا ابن بديس عنده كتاب رائع جداً عنوانه الإسلام الذاتي والإسلام الوراتي إذن كان إسلاماً ويراتي لما نفتحنا للتقافات الأخرى بصب نشكفش نواجهها هناك كثير من من تأثر بها ورأى أنها نوع من الحريات الشخصية ونوع من كذا إذن لابد أن نعيد النظر في إعادة تسويق ثقافتنا وديننا وبتالي على أساس منطقية علمية وإذا بنينا فرد متقف وعي وبتالي نقدر يواجه كل هذه التقافات ليس لمواجهتها وإنما يؤثر فيها ويكون عضو مؤثر فأنت لا مفر من هذا التكنولوجيا لا يمكن الهروب إلى الأمام وبالتالي نحتاج إلى إعادة بناء عقل واعي يبرز هذه القيم وبالتالي نحن ما نكون مؤثرين ولسنا متأثرين متأثرين أكيد ويكون الاستخدام العقلاني لهذه تطبيقات بالفعل هذا كما نقول الخلاصة على الفكرتنا أن الحياة هذه التكنولوجيا في الأخير هي نعمة هي وسيلة لمن يعرف استخدامها لمن يعرف قيمتها إذن الوسائل تجيبك على سؤال كيف ولا تجيبك على لماذا اللي يقول لك لماذا تستعمل هذه الوسيلة هي التربية القيم الاتجاه وبالتالي نبدا أن نزرع الرقابة الذاتية في أبنائنا نزرع فيهم القيم وبالتالي ما تخافش على وليدك يستعمل الأنترنت ما تخافش على وليدك يروح للأوروبا ما تخافش على وليدك يعمل معه في أي شركة جنبية وبالتالي هنا لأنها زرعت فيه رقابة الذاتية يعطيك صحة سيد عبد الحليم ماضي ونذكره برك أنه حافظ نذكره أنك خبير عياء البشرية يعطيك صحة ونتمنى لك بداية يوم وفق لك إذن مشاهدين نبقوا دائما على تواصل معنا على صفحتنا على السوشيال ميديا ولي كل من فتته متابعة حلقتنا مع لي غير يدخل على قناتنا على اليوتيوب شوفوا هاته الورقة مواصلة يلا لمحبي صباح الشروق لا جدا جدا ترجمة نانسي قنقر